أخبار النادي الأهلي طبعا فريق الأهلي بيواصل تدريباته النهاردة أكيد قبل السفر إلى تونس استعدادة لمواجهة الترجع التونسي في المباراة المرتقبة اللي المفروض إن شاء الله تتلعب يوم السبت القادم في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال وحيكون لنا كلام كتير أكيد على مدار الحلقة عن هذا الأمر وعن هذه المباراة وعن استعدادات السفر بالكامل المواجهة هتكون يوم السبت جاي على ملعب رادس في تونس وطبعا في تحضيرات كتير جدا قبل السفر من ضمنها أن عملوا المسحة الطبية اللي أعلن نتيجتها الدكتور أحمد أبو عبلا رئيس الجهاز الطبي للفريق وأعلن من خلالها سلبية المسحة الطبية اللي خض عليها الفريق يوم الأحد استعدادا للسفر إلى تونس وإن شاء الله موفقين بإذن الرحمن وبرضو شيء هايل جدا أن نحن نعرف أن كل اللعيبة مسافرين على متنطائرة خاصة نوع ده من أمور بيفرق كتير مهم جدا طبعا بيفرق نقاط متعددة خلينا بقى نروح لأن برضو الجدل الثار يعني فيما يختص به أيمن أشرف تحديدا طيب هو هيشارك ولا مش هيشارك مع الترجي طيب الوضع إزاي؟ لأ خلينا أقول لحضراتكم يعني إحنا بنتكلم هنا في السياق بقى مباراة الأهلي والترجي مبارح خبر فيه خطاب وصل للنادي الأهلي من الاتحاد الأفريقي الكاف بيأكد فيه بقى حقية أيمن أشرف لعب الفريق في المشاركة هنا فيه المباراة مباراة الترجي اللي هتكون يوم السبت القادم إن شاء الله في تونس الخطاب ده جي ليه؟ جي رد على خطاب النادي الأهلي استفسر النادي الأهلي بعت استفسر فيه عن الإنذار اللي كان حص على ليه أيمن أشرف فيه السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي ويعني زي ما احنا فاكرين دي المباراة اللي أقيمت يوم 28 كان مايو الماضي طيب هل الإنذار ده هنا السؤال بقى هيضاف إلى رصيده من الإنذارات وحيؤثر على مشاركة اللعب فيه مباراة الترجي ولا لا؟ الإجابة كانت إن السوبر الأفريقي بطولة منفصلة ومش هتأثر على إنذارات بطول الدوري أبطال إفريقيا وبالتالي الكونكلوجين أو النتيجة النهائية إن أيمن أشرف هيشارك فيه مباراة الترجي وأعتقد ده يعني خبر كويس جدا أو إيجابي جدا طب زي ما حدثت